فعلياً اليوم إحنا منتحدث عن معرض بتقدمه جمعية أصالة في كل عام ولكن هالمعرض هاي السنة غير لأنه مش من ربع الوطن ولا من نصه من كل أنحاء الوطن وراح يكون هذا المعرض إذن يتضمن مشاريع لها علاقة بالتراث بالتطريز لها علاقة بالمنتجات الغدائية كثير يعني من التفاصيل رح نتحدث معها مع مديرة البرامج في جمعية أصالة ميرنا زيادة يسعد صباحك يسعد صباحك وصباح كافة المشاهدات والمشاهدين أهلا وسهلا بحضرتك معنا يعني بالبداية حابين نعرف عن طبيعة عمل جمعية أصالة وكيف بترعى المشاريع الصغيرة قبل ما نتحدث عن المعرض جمعية أصالة هي في الأساس الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال أصالة اللي تأسست عام 1997 بهدف تمكين المرأة اقتصادياً فنحنا عم نحكي عن تمكين اقتصادي للمرأة لأنه ضروري من الضروري من أهم الأمور اللي لازم نشتغل عليها هي نساعد المرأة تتطور اقتصادياً ويكون إلها وجود في المجتمع من خلال تمكينها اقتصادياً فكل برامج جمعية أصالة بتطمح لتحقق هذه الرسالة وهذا الهدف من خلال برامج مختلفة طبعاً بنقوم فيها في جمعية أصالة من خلال برنامج وصول للأسواق اللي رح نحكي هلأ فيه برامج الحجد والمناصرة وبرامج بناء القدرات فجمعية أصالة هي بالأساس بتهدف لتمكين النساء اقتصادياً من كافة المناطق في فلسطين أي امرأة فلسطينية ريادية عندها مشروع أو حتى فكرة مشروع أصالة بتكون برعايتها وبترتحق ببابها لإله هون نتحدث عن المعرض واللي اندرج تحت عنوان يدنا لك ويدك حياة أو يداك حياة فاحكي لنا عن تفاصيل المعرض هذا المعرض هو المعرض السنوي اللي بتقوم فيه جمعية أصالة بشكل سنوي طبعاً بالعديد يعني يوجد لنا العديد من النشاطات الاقتصادية اللي بتهدف لتوصيل منتجات السيدات إلى الأسواق ولكن هذا المعرض مميز لأنه معرضنا سنوي تحت هذا الشعار يدنا لك ويدك حياة هاي السنة حبينا يكون من كافة أنحاء الوطن يعني احنا ما بنحكي بس من الضفة الغربية ومن قطاع غزة المنتجات لأ حاولنا نستهدف كافة أنحاء الوطن رح يكون في عندنا منتجات من حيفا من غزة من القدس من كفر ياسيف في عندنا العديد من المناطق اللي رح يكون فيه نساء مشاركات منها فعشان هيك حكينا هالمرة مش من نص الوطن هالمرة من كل الوطن جميل طب بالحديث عن موضوع المنتجات أو خلينا نحكي طبيعة المشاريع اللي مشاركة نحكي عنها وأيضا يعني كيف ممكن أنه المعرض يساعدهم يساعد السيدات بتصويق مشاريعهم وتصويق منتجاتهم وممكن أنهم يبيعوا بكميات مش قليلة خلال المعرض وحطينا أيضا كم يوم رح يستمر صحيح والمعرض يوم واحد رح يكون 13-12 في مبنى قاعات قلوريا بالأساس رح يكون عديد من المنتجات يعني إحنا بنعمله كمان بفترة قريبة من عيد الميلاد المجيد لحتى كمان الناس بتحب تتسوّق بهذه الفترة بتحب تشتري هدايا بتحب تشتري المنتجات الغذائية اللي بتتعلق كمان بمنتجات العيد الميلاد فليهيك رح يكون فيه العديد من المنتجات الجميلة اللي بتتعلق بالتطريز اللي بتتعلق بالمنتجات الغذائية الحرف اليدوية إكسس ورات ففيه كتير منتجات جميلة جدا ممكن تكون هدايا لناس لزوار المعرض لحتى يقدروا يتبضعوا من المعرض فإحنا بنشجع طبعا الكل يجيوا يتسوّق ونشجع هذول النساء لأنه كلياتها منتجات طبعا نسائية صنعت بأيديهم وبنطور كمان وبنعزز فكرة إنه ندعم المنتج المحلي لأنه من أهم الأفكار كمان اللي بنقوم عليها إنه ندعم المنتج المحلي ونساعد هذول النساء ندعمهم ونعزز وجودهم ونعزز تمكينهم اقتصاديا صحيح وتحديدا بما يخص المنتجات الغذائية يعني إحنا هون بنحكي يمكن عن ألبان صنعات في البيت زيتون كل هاي الأمور حكين من ناحية المنتجات خلينا نحكي من ناحية الفطورة الفلسطينية إيش موجود بالمعرض من ناحية الفطورة الفلسطينية طبعا رح يكون منتجات إلها علاقة بالمخللات منتجات إلها علاقة بالألبان بالإضافة لما يتعلق بالفطور الفلسطيني وما بعد الفطور الفلسطيني اللي هو أمور كمان للتحلاية يعني رح يكون في عنا الكوكيز رح يكون في عنا البسكوتي الزنجبيل بالإضافة إلى العديد من الأمور الحلويات العديد من المنتجات الغذائية راح يتواجد في المعرض ومنتجات مميزة يعني فلذلك يعني إحنا لما بنسمع معارض وخصوصا إشياء صنعات محلية بل كي بتبادر لذهنا المشاهدين سؤال عن الأسعار فهل راح تكون الأسعار نوعا ما متوسطة في متناول أيدي الجميع؟ طبعا إحنا بنحاول قدر الإمكان أنه دايما تكون الأسعار متناسبة للجميع لأنه هي فعليا عم نحكي عن بنساعد مجموعة من النساء بنفس الوقت كمان إحنا بنحاول نساعد النساء كمان بالتسعير يعني إحنا لما يحطوا النساء الأسعار عندهم بيكونوا كمان بمساعدة جمعية أصالة من خلال الدورات التدريبية اللي بيعملوها فدائما نشتغل معهم كمان على أمور التسعير للمنتج لحتى يكون ملائم للسوق وكمان ملائم للست السيدات المشاركات أصحاب المشاريع بالمعرض هل جميع هم اتلقوا دعم من جمعية أصالة ولا فتحتوا المجال أمام أي سيدة عندها مشروع ريادي فعليا هو كافة النساء المشاركات هم عضوات في جمعية أصالة هون أنا خليني أحكي عن العضوية في جمعية أصالة اللي هي بنقدم مجموعة كبيرة من الخدمات لكافة النساء اللي بنضموا تحت عضوية جمعية أصالة بهدف استمراريتهم مع الجمعية وبهدف يكون فيه التزام منهم ومننا اتجاههم فالعضوية بتقدم لهم مجموعة كبيرة من الخدمات بيكونوا تلقوا مجموعة من التدريبات شاركوا في معارض أخرى بنشاطات اقتصادية أخرى وكمان شاركوا بنشاطات أصالة مختلفة يعني واستفادوا من خدماتها فدائما باب أصالة مفتوح لكافة النساء الفلسطينيات لحتى ينضموا بعضويتها ويكونوا كمان السنة الجاي والسنوات الأخرى بكافة النشاطات الاقتصادية وكافة النشاطات اللي بتقدمها جمعية أصالة نحكي أيضا عن أشكال الدعم يلي بتقدمه جمعية أصالة عضا عن المعارض يعني هل من الممكن يكون فيه مثلا مبالغ مالية بتدعموا فيها العضوات لحتى يبدأوا مشروعهم لحتى يوقفوا على إجريهم بهذا المشروع ممكن دورات أيضا مع مختصين زي ما ذكرتي عن موضوع الأسعار فمنحب نعرف شو هي أشكال الدعم طبعا أشكال الدعم هي بتتلخص بكافة الخدمات اللي احنا بنقدمها لعضوات جمعية أصالة من درج تحت هالعديد من الخدمات خليني أختصرها بجزء صغير اللي هي أول إشي بنحكي عن كافة أنواع التدريبات تدريبات فنية بالإضافة إلى التدريبات التقنية منها التدريبات اللي إلها علاقة بتطوير حرف معينة كمان هلأ عم بنحاول ندخلهم على القطاعات غير التقليدية ففي العديد من التدريبات الخدمات الأخرى اللي بتتعلق زي ما قلتلك في النشاطات الاقتصادية طبعا على مدار السنة بيكون عندنا العديد من النشاطات الاقتصادية اللي بتأهل وصول منتجاتهم للأسواق وبالإضافة للعديد إلى الخدمات الأخرى هلأ بتخيل إنه لحتى توصل منتجات للأسواق ولحتى الناس تشتريها في عنصر جدا مهم هو عنصر التسويق فقدر تهتموا إنكم ترفعوا قدرات النساء بموضوع بما يتعلق بالتسويق وأيضا إنكم تلفتوا نظرهم لحرف أخرى غير تقليدية مثل ما ذكرت لأنه ينبلك السوق صفة مشبعة مثلا بالتطريز بالمنتجات الغذائية فكيف بتهتموا بهاي النقاط؟ خليني أخبرك إنه برنامج الوصول للأسواق هو من أهم البرامج اللي بتشتغل عليها جمعية أصالة والبرنامج اللي إحنا كتير بنحبه ليش؟ لأنه هو الطلب والحاجة الحقيقية للنساء يعني اللي بنزل على الميدان بيعرف أن الحاجة الحقيقية للنساء هو برنامج الوصول للأسواق دائما النساء قادرات على الإنتاج والإنتاج بكواليتي وبجودة رائعة جدا ولكن ما عندهم فرص للتسويق عشان هيك جمعية أصالة على مدار السنة بتعمل كتير معارض كتير نشاطات لها علاقة بالتسويق منها سوق المرآب منها سوق الفلاحين جميل بالإضافة إلى المعارض السنوية دونالاك ويدوكيحية من خلال كمان تسويق على المعارض على المواقع الإلكترونية يعني بنشبكهم على معارض إلكترونية للخارج وكمان بنحاول من خلال توصيل منتجاتهم للمطاعم ولمحالة التجارية جميل بما يتعلق بالحرف الغير تقليدية بالحرف الغير تقليدية إحنا دايما بنحاول نعطيهم فرص لحتى يعملوا إش جديد زي ما أنت قلت فيه السوق أشبع ببعض المنتجات فلذلك إحنا بنحاول نعطيهم دورات لتطوير المنتج بشكل يواكب العصر ويناسب احتياجات مختلفة ويناسب احتياجات الناس بالتأكيد بالنسبة للحضور أيضاً أدي نسبة للحضور هل هي بتزيد بتقل خلال السنوات الماضية مع السنة هاي أو عم تعملوا إنتوا أكتر من معرض بنفس السنة فهل الإقبال من قبل الناس كبير ولا متوسط ولا عادي جداً؟ صراحة أعتقد أنه يوجد إقبال كبير على المنتجات الغذائية والمنتجات التي صنعت بأيدي النساء بهاي الفترات بشكل أكبر فإحنا بنشوف في إقبال على المعارض اللي بتعملها لما عملنا سوق المرآب بجامعة بيرزيت صراحة كان عدد هائل من الطلاب والمتواجدين بجامعة بيرزيت واللي راحوا واللي اشتروا من منتجات السيدات وهيك إحنا بنعرف برضو من خلال التقييم مع السيدات هل إنتوا بعتوا أو مابعتوا؟ بالتأكيد قدنا سأجت واشترت منهم يعني كل هاي المعارض بتصب بالتأكيد بمساهمة بدوران العجلة الاقتصادية وتمكن المرأة اقتصادية شكراً كتير لإلك ميرنا زيادة مديرة البرامج بجامعية الصالة الفلسطينية ساعة صباح